مرحبا بكم مجددا لمراجعة ما قمنا به في الفيديو السابق لقد نفذ الوقت وقلت أن قانون حفظ الطاقة يخبرنا أن الشغل الذي وضعته في النظام أو الطاقة التي وضعناها في النظام لأنها نفس الشيء تساوي الشغل الخارج من النظام أو الطاقة التي جلبت خارج النظام والتي تعني الشغل الداخل يساوي الخارج أو تلقى القوى الداخلة مضربة في المسافة للمائع الداخل تساوي القوى الخارجة مضربة في المسافة وهذا هو تعريف الشغل وسوف أكتب هذه المعادلة مرة أخرى ويمكنني أن أقول أننا سوف نقوم بقسمة القوى الداخلة على هذه المساحة هذا هو الداخل وسوف نضغط على هذه المساحة لذلك سنقوم بدرب القوى الداخلة في المسافة وسوف نعطي داخل رقم واحد والخارج رقم اثنان من أجل التبسيط وسوف نفترض أن هناك مكبس في الأعلى هنا دعونا نستخدم لون البني لون البني لون جيد ولدينا مكبس آخر هنا وهناك أيضا القوى الخارجة اثنان المفهوم العام هو عند ضغط على الماء على غير قابلة للانضغاط فسوف تصعد الماء للأعلى حتى النهاية القوى الداخلة مضربة في المسافة سوف تساوي القوى الخارجة مضربة في المسافة وهذا هو قانون حفظ الطاقة لذا سوف اكتب سوف اكتب المعادلة بصيغة أخرى بحيث أنه إذا قمنا بقسمة القوى الداخلة على المساحة وبعد ذلك نضربها في المساحة ونقوم بالضرب في المسافة لتنبيه لقد قمنا بالضرب والقسمة على المساحة واحد وهذا لن يسبب أي فارق في النتيجة لأنه يمكن حذفهم مع بعضهم وسوف نفعل نفس الشيء في الجهة اليمنى لم أكن بتنظيم المساحة هنا ليس لدي مساحة كافية يلي أكتب القوى اثنين مقسومة على المساحة مضربة في المساحة والمسافة اثنين أظن أن الأمور أصبحت واضحة هذه الكميات القوى واحد مقسومة على المساحة واحد لقد تحدثت عن هذا في عروض سابقة فهي تساوي الضغط الضغط هو القوى المبذولة على مساحة معينة وهذا يسمى الضغط المبذول على هذا النظام إذن الضغط واحد وما الذي يعبر عنه مضروب المساحة في المسافة؟ مساحة الإسطوانة عند هذه النقطة المساحة المقطعية مضروبة في المسافة إنها تمثل الحجم ويمكننا القول بأن هذا هو حجم الماء الداخل أو حجم واحد الضغط مضروب في الحجم واحد ويساوي الضغط الخارج القوى اثنين مقسومة على المساحة هي الضغط الخارج الذي تبدله على الماء فهذا هو الضغط الخارج اثنين بي اثنان وما الذي تعبر عنه المساحة اثنين مضروبة في المسافة المساحة المقطعية مضروبة في ارتفاع المياه المزاح إلى الجهات اليمنى إنها تساوي الحجم إذن هذا الحجم اثنان في اثنان وما الذي نعرف عن هذين الحجمين الجدير بالذكر أن هذان القوتان متساويتان القوى واحد تساوي القوى اثنان ويمكننا قسمة كلا من الطرفين على تلك المعادلة وسوف يكون الضغط الداخل يساوي الضغط الخارج إذن الضغط واحد يساوي الضغط اثنان إذن الضغط الداخل يساوي الضغط الخارج وبالتأكيد هذا ليس بالمفهوم الجديد إنه مجرد قانون حفظ الطاقة الشيء الجيد الوحيد هو أنني قمت بالقسمة على مقطع المساحة وهو ما يعرف بالضغط إذن بماذا هذا يساعدنا في الواقع هذا يخبرنا ويمكننا أن نقوم بحل هذا المثال بطرق عدة ولكنني قد فكرت أولا بعدم وجود جاذبية ولكن ننسى قوم بالحديث عن الجاذبية في الفيديوهات اللاحقة إذن إذا كان لدينا ضغط خارجي على سائل أو على مائع غير قابل للاندخاط فسيكون الضغط يتوزع بتساوي خلال هذا السائل أو المائع وهذا ما قمنا بإثباته من خلال قانون حفظ الطاقة وكل شيء نعرفه عن الشغل وهذا الذي ذكرته للتو يسمى بقانون باسكال إذا كان هناك أي ضغط خارجي على مائع فسيكون هذا الضغط موزعا توزيعا متساويا خلال المائع هناك شيء آخر يجب أن نذكره سوف نفترض أن لدينا إنبوب إذن لدينا إنبوب وفي نهاية هذا إنبوب يوجد بالون وتعالى نفترض أن هذا موجود داخل سفينة فضاء ويوجد أيضا هنا مكبس إذن يوجد هنا مكبس هذا متزن ويوجد هنا ماء خلال هذا الشيء كله يوجد ماء بداخل هذا الشيء إذن لدي ماء داخل هذا الشيء دعونا نرى إذا يمكنني أن أستخدم أدات ملء ملء اللون بالكامل أو لقد ملعته بالكامل إذن سأحذف هذا لذا دعوني أقوم برسم الماء بداخل هذا الشكل كله وقانون بسكال يخبرنا بأنه إذا قمنا بتطبيق ضغط هنا فسوف يقوم هذا الضغط الزائد سوف يقوم هذا الضغط الزائد بكبس هذا الشيء قليلا هذا الضغط الزائد سيتوزع خلال البالون كله وهذا المكبس عبارة عن جسم صلب فسوف يتمدد جسم البالون بطريقة متساوية متجانسة في جميع الاتجاهات هذا الضغط الزائد سوف يؤثر سوف يؤثر فيصبح البالون أطول لأن الضغط سوف ينتقل إلى هنا أو يمكن للبالون أن يظهر وكأنه أعرض في هذه الجهة آمل أن هذا سيعطيكم الفكرة وبالعودة إلى ما قد قمت برسمه سابقا إنه في الواقع شيء ممتع لأن ذلك في الواقع أبسط أو إنها ليست آلة بسيطة بل آلة قد أنشئتها حديثا ولكنني عرفتها على أنها آلة بسيطة عندما فعلت ذلك في البداية لذا دعونا نقوم برسمها مرة أخرى إذن فهي تبدو هكذا إذن ستبدو هكذا بحيث يكون الماء داخلها إذن لدينا هنا كمية من الماء بداخل هذه الآلة هذه الآلة البسيطة هناك ماء بداخلها وسأكون بملئها إذن ستكون مليئة تماما بالماء حسنا لقد نجح ملء اللون في هذه المرة إذن هذا ممتع لأن هذه هي آلة أخرى بسيطة جميعنا نعلم أن قيمة الضغط الداخل يساوي قيمة الضغط الخارج إذن نحن نعلم أن قيمة الضغط الداخل يساوي قيمة الضغط الخارج إذن بي إنلت تساوي بي أوتلت وإن الضغط عبارة عن القوة مقسومة على المساحة إذن القوة الداخلة مقسومة على المساحة الداخلة تساوي القوة الخارجة مقسومة على المساحة الخارجة لذلك دعونا نضرب مثالا له علاقة بهذا دعونا نفترض أننا سنقوم بتطبيق ضغط قيمته 10 باسكال إذن الضغط قيمته تساوي 10 باسكال الضغط الداخل يساوي 10 باسكال هذه الكلمة باسكال عبارة عن وحدة لقياس الضغط إذن ما هي الباسكال؟ الباسكال يساوي 10 نيوتن لكل متر مربع إذن الباسكال عبارة عن نيوتن مقسومة على متر مربع إذن هي وحدة دعونا نفترض أن الضغط يساوي 10 باسكال وأن المساحة تساوي 2 متر مربع إذن المساحة الداخلة تساوي 2 متر مربع ودعونا نفترض أن المساحة الخارجة تساوي 4 متر مربع لنقول أنها تساوي 4 متر مربع ويمكننا الضغط على هذا المكبس وسيرتفع الماء أو يدفع في هذا الجزء الموجود هنا وفي البداية أخبرتكم كم يكون الضغط الداخل إذن كم ستكون القوة الداخلة؟ حسناً الضغط الداخل يساوي القوة الداخلة مقسومة على المساحة إذن القوة مقسومة على المساحة إذن 10 بسكال تساوي القوة الداخلة مقسومة على المساحة لذلك سوف نقوم بضرب كلا من الطرفين بإثنان إذن القوة الداخلة سوف تساوي 20 نيوتن إذن كم تساوي القوة الخارجة؟ ما هي مقدار القوة التي سوف تدفع هذا النظام إلى النهاية؟ كلنا نعلم أنه إذا كان الضغط الداخل يساوي 10 بسكال فسيكون الضغط الخارج مساوياً له إذن 10 بسكال تساوي أيضاً القوة الخارجة مقسومة على المساحة الخارجة أو مقطع المساحة وهذا المكبس هنا سوف يندفع إلى الأعلى بهذه الطريقة هذه المسافة 10 متر إذن سنقوم بضرب 10 في 4 لنجد أن القوة الخارجة تساوي 40 نيوتن إذن الذي حدث هنا هو أننا قمنا بإدخال قوة قيمتها 20 نيوتن 20 نيوتن لتخرج هذه القوة بـ 40 نيوتن إذن فقد قمنا بمضاعفة قيمة القوة الداخلة هذا مثال لآلة بسيطة أراكم في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر